بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له كل المجد الأبد أمين درسنا النهاردة موضوع حياة الغلبة كيف تعيش حياة الغلبة سفر الرؤية بيقول وهم غلبوا بدم الحمل وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت وطبعا بالأسف الشديد الفهم لمعنى غلبوا بدم الحمل لم يكن متوفرا بالمعنى الصحيح بسبب أن البعض راحوا إلى أنهم يأسسوا على العهد الأديم وعلى زبائح العهد الأديم عشان يربطوا الجديد بالأديم أو يخضعوا للأديم وقالوا أن الآب السماوي كان غير قادر على أن يغفر الخطية اللي دخلت إلى العالم أو خطية آدم إلا إذا دفعت فدية زبيحة تمل الخطية وبعدين قالوا أنه بما أن الخطية كانت في حق الله غير المحدود فقد صارت الخطية غير محدود ده برضو مغلطة في الكلام لأن الخطية غير المحدودة تبقى خطية الله حاشا لله يعني المهم وبما أن الخطية صارت غير محدودة فلزم زبيحة وترضية غير محدودة مين اللي تطوع بالقصة دي؟ الابن القدوس قال أنا أقدم نفسي زبيحة لترضية غضب الآب فسفك دمه ترضية لغضب الآب النظرية كلها تلفيق ولا أساس لها في العهد الجديد لا من بعيد ولا من قريب طيب إذا كانت النظرية دي كلها تلفيق ولا أساس لها من الإنجليمال ما هو التعليم الذي تركه آباء الكنيسة عن معنى أنهم غلبوا بدم المسيح اللي رمز ليه بالخروف المزبوح في إسف الرؤية الموضوع أنه إبليس هو مالك الموت وهو الميت الأول على حد تعبير القديس أسانسيوس في كتاب تجسد الكلمة أنه هو الأول واحد انفصل عن الروح القدس وعن مجد الله فصار خاليا من الحياة فصار اللي خالي من الحياة ليبقى إيه؟ يبقى ميت فصار هو الميت وهو الموت وهو ملك الموت وهو الخزان بتاع الموت الذي صار يوزع هذا الموت على الإنسان اللي بينخدع بسماع صوته وطاعة مشوته اللي بينخدع بالاستجابة لأفكاره وغوياته وتأثيراته فالذي ينخدع ينقله الموت الذي فيه إبليس كان متحيرا في شخصية المسيحة هل هو ابن الله؟ أم أنه واحد من الناس ومن ثم أراد أنه يخلص منه بأنه يقدمه للموت يجيبه بقى فيه الدائرة بتاعته التي فيها يسود على الذين يموتون يموته يموته يعني إيه حيموته؟ يعني يموته يعني إيه؟ يعني يأتي عليه ينقل إليه يبخ فيه الموت اللي هو مليان منه فلما أتى للمسيح وجاء المسيح على الصليب يقول يا أبتاه في يديك أستودع روحي قال لك خلاص الفرصة السانحة فجاء يعمل إيه بقى؟ يبخ فيه سم الموت اللي هو أعتاد لأن ينقله إلى كل البشر فحصل إيه؟ فحصل إيه؟ فالمسيح فتح عليه يبخ فيه يأتي إليه بالخوف يأتي إليه بما عنده بشبكته فأنا لما أخاف لما أشتهي قاع تحت سلطانه يبخ زي التعبان اللي بيبخ شفتوش في الصور التعبان الكبرى هو بيبخ السم بيرشه فهو يبخ سم الموت اللي فيه فيه كيان الإنسان مرة والتانية والتالتة يمتلق الإنسان من الموت يعني إيه ينتلق من الموت تبقى غشاوة الموت على روحه وعلى قلبه وعلى فكره وعلى حواسه وعلى قراراته وعلى نفسيته وأيضا على جسله المسيح فتح عليه طيار الحياة اللي فيه في مواجهة طيار الموت اللي جاي من إبليس فالحياة اللي في المسيح أبطلت الموت يبقى إيه بقى سفك ده من المسيح موقعة الموت موقعة الموت اللي هي إيه إنه قبل إنه ييجي الشرير بالموت عليه فبلع موته بإنه الجه عليه بالحياة الشرح ده مهم قوي إحنا مش في حسة أنا مش قادر أقومها طيب ييجي واحد يقولك أنت مش قادر تقومها طيب أنا هقولك تعمل إيه أنت تنتهر إبليس يعني إيه تنتهر إبليس يقولك تنتهر إبليس يعني تقوله أنتهرك يا إبليس بإسم الرب يسوع المسيح فأنت تيجي تقوله أنتهرك يا إبليس بإسم الرب يسوع المسيح فما يمشيش تيجي تقول الله أنا انتهرته بس ما مشيش ما هو أنت عملت انتهار شكلي بالكلمات أما الإنتهار يبقى إزاي أنا لسه أعيل لك هوا الانتهار أنه الحياة اللي في المسيح وجهت الموت اللي في إبليس فالحياة قوة الحياة دي هي لأبطلة الموت طيب تقول لي ما هو دا المسيح في الحياة اللي بتبطل الموت حلو قوي يبقى أنت حتعمل إيه يبقى أنت حتتشبع بالحياة اللي في المسيح وإنت حتمسك في الحياة اللي في المسيح علشان الحياة دي هي اللي بيها توجهه هتنتهرها تبخ أنت في الحياة وهو بيبخ عليك السم شوف هو بقى بيبخ سم الخطية عليك عشان يقتلك بالموت يقتلك روحيا فأنت هتعمل إيه هتبخ عليه قوة الحياة برضو مش فاهم يعني يعني أنا هعمل إيه واحد واحد إنك تتأكد أو ده اللي اسمه تؤمن تتيقن تمتلق من الاقتناع والتصديق إنه الشيطان بكل جبروته وبكل الشر اللي فيه ابن الله الحي عمل إيه طياره في ثانية واحد إزاي الحياة اللي فيه غلبة الموت اللي في إبليس اتنين تتيقن إنه الغلبة دي اللي اسمها بقى دم المسيح موقعة الصليب الغلبة دي معمولة على شانك تلاتة تلاتة إنه هم بقى غلبوا بإيه غلبوا بدم الحب يعني إيه يعني غلبوه بقوة الغلبة اللي عملها المسيح على الصليب ضده يبقى أنا هعمل إيه يبقى أنا هاتشبس بهذه الغلبة همسك بهذا اليقين همسك بهذا التصديق همسك بهذا الحق إنه المسيح غلبه في الصليب وإن إن الغلبة دي صارت حق ليا وإن أنا اسمع بقى الجملة دي كويس أقدر أستخدم هذا السلاح وهذه الغلبة ضده يعني إيه إحنا جايين نصلي إحنا مش جايين نصلي بمعنى إن أنا هقعد أصال أقول يا رب عبيدك وخدامك الغلبانين العينين إيش فيهم يا رب إحنا مش بنعمل كذلك أمال بنعمل إيه أنا شايف ومقتنع إن المرض والموت ده أعمال إبليس ومتيقن إن ابن الله أظهر لكي ينقض أعمال إبليس وإنه هو فعلا نقض أعمال إبليس كويس قوي فإذن أنا جاي أتواجه مع الموت إيه رأيكم بقى إن أنا بقى داخل الصلاة تعبان وبعد ما صلي معاكم أحس بالشفاء ليه لأن أنا بقى مش واخد لبالي ومش أعطي اهتمام إن الضعف اللي جسد شعره في جسد ده ده من إبليس طب أنا بقى عمل بقى إيه في الصلاة ببخ فيه يعني أنا وأنا بقول باسم الرب يسوع إيه قوة الشفاء يعني يعني باسم الرب قوة الشفاء يعني أنا أنا باسم الرب يسوع بأرسل على اللي قدامي قوة الشفاء وعشان كده بقولك لازم تكون أنت بتستلم وأنا بقى أرسل نرجع خلينا في أرسل دي جيبت أنا منين العزيمة دي والقوة دي أن أنا أقول أرسل أنا جيبتها منين جيبتها من أن أنا قعدت أمتلي من الاتحاد بالمسيح بامتلي من الاتحاد بالمسيح إزاي حكتين أن أنا بواظب على طاعة الوصية وأن أنا بطلب قوة الروح القدس يعني بصلي يعني صلع 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 كتير ومواظب على طاعة الوصية حكتين منتقل بساط لما أنا بواظب على طاعة الوصية و على الصلع أنا بامتلي من حضور المسيح لما أنا بامتلي من حضور المسيح بقدر أرسل هذا الحضور على اللي قدامي عشان إذا كان حزين يتعز إذا كان مقيد يتفك إذا كان مريضية تشفي برسل عليه المسيح طب برسل عليه قوة حياة المسيح كويس إنت إزاي هتعمل كده ما أنا لسه أين لك أو هتعمل زي ما أنا عملت بالضبط إن تقول لي ما أنا مش عارف أثبت في هذه الطاعة الوصية أه كفاية عليك إنك تكون موجه قلبك لإنك عايز تطيع الوصية يعني الفرق بقى بيني وبينك إن أنا بقالي خمسين ستين سنة في المشغار فوصلت لنقطة وقفة على أرض صلبة لكن إنت لسه بتبني هذه الأرض الصلبة إيه الأساس بتاعك اللي أنت تبقى وقفة على الوقت إن أنت بقردتك خلي بالك لا تريد أن تعطي جسدك ولا فكرك لمشيء مشيء إبليس ولا لغواية روحك خطيت لا تريد بإرادتك أنت مش عارف تحق أدامية بالماء آه بكرة بقى في يوم الأيام هتوصل لللي وصل ليه غيرك لكن لغاية ما ييجي بكرة ده إرادتك دي هي عربون النصرة اللي على أساسه هتتحد بالمسيح يعني ينفع يا بونا أن أنا أتحد بالمسيح بالإرادة فقط من غير ما أوصل ليه السبات في الوصية زي ما أنت حكيت أيوة ينفع هل أنا لما أعمل كده هيبقى اتحادي بالمسيح زي اتحادك بالمسيح طبعا لا لكن لكن هتقدر تاخد أول درجة أساسية من الاتحاد بالمسيح اللي يتمكنك من الدفاع عن نفسك يبقى الفرق بقى أن أنا بقدر دافع عن نفسي وعن آخرين كل ما يزيد الاتحاد كل ما تزيد طيب لكن احنا في الحد الأدنى أن أنت تاخد إرادة الاتحاد بالمسيح اللي هي إيه إرادة التطاعة أنا مش عايز الخطير أنا عايز المسيح يبقى دي إيه آدي الإرادة الطاعة آدي إرادة التوبة الحقيقية هي ومعها الطلب الصلاة اللي آه بتوحدني بهذه الحياة خلاص كده بقى بها الإرادة هذه والصلاة اللي بتوحدني بهذه الحياة بقى عندي إمكانية بقى إن أنا أعمل إيه أأتي عليه بقوة الحياة هو جاي علي بقوة الموت وأنا مش عارف قومها مش عارف فأعمل إيه تخرج مني عليه قوة الحياة أبخ عليه قوة الحياة زي هو بخ علي قوة الموت أنا سهلها لك بقى خالص داود طلع يحارف جيليات جيليات كان أده ثلاث مرات و مسلح بتاعة الحراب والسهام وبش عارف إيه هو ما حلتوش حاجة فإيه قاله إيه جيليات عمل الغلطة اللي خلصت عليه لعنه بأوثانه مكتوب بقى فين بقى لعنه بأوثانه هو دي في المزمور المية وخمسين فهو ما هو لعنه بأوثانه يعني يعني جاي عليه بروح إبليس داود قال له إيه أنت تأتي إلي بسيف ورمح أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود أنت جاي علي بقوة السيف وبقوة ومسنود على الأوثان بتاعتك طيب أنا بقى جايلك وأنا متكل على قوة والسلطان اسم رب الجنود إنه يرد عليك شرك وينجيني من الموت اللي أنت جاي علي بيه خلاص أنا هعمل كده بالصبت هقول إبليس أنت جاي علي بالموت اللي أنت متعافي بيه على البشر أنا هنجي عليك بغلب الدم يسوع المسيح اللي أنا لسه شرح الوقتي اللي أبطلك وأبطل سلطان الموت الذي فيك بصليب المحي فباسم الرب يسوع المسيح بقوة سلطان دم الرب يسوع المسيح أبطل قوة الموت اللي أنت جاي علي بيه حدد بقى اسم قوة الموت شوف هو جاي عليك بالخوف يبقى قبطل قوة الخوف جاي عليك بالأفك اشتهاء قبطل قوة الاشتهاء فأنا اهتمت بسلطان اسم الرب يسوع المسيح مش اهتمت احتماء معنوي لأ اتحت بغلبة اه دم دم المسيح اتحت بغلبة المسيح على الصليب وبهادي الغلبة اللي أنا اتحت بيها أنا جاي بالروح القدس بقى برش بقى السلطان ده القوة دي علي بقبطله بهذه القوة يعني يعني حاولت اشرح اه بكل الامكانية بس حلخص بقى اه غلبو بدم الحمل قوة الغلبة هي بقى الغلطة كبيرة ان انت تفتكر نفسك شاطر وتقف شخص لشخص منك لابليس لا انت مش قد ابليس كلام ده تقول انت طب انا هعمل زي ابونا ما بيعمل لابليس ما انتش ابونا لمواخص وما انتش في السلطان اللي تعطى لابونا بعد كل هز الرحة اللي بيقلد ده بيورط نفسه في مشاكل يمكن ما يعرفش يفك العقدة بتاعته لابليس انت مش قد كده طيب ايه اللي ممكن تعمل بيه انت بتتحد بدم يسوع يعني بغلبة المسيح الصليب بتتحد بهذه الغلبة اللي هو صحقوا بيها وبتأتي بهذه الغلبة عليه بترسلها عليه بتحرقوا بيها فبتبطله يبقى هنا الانتهار مش مجرد كلام ولكن الانتهار هو ارسال قوة الحياة النار الغلبة اللي حرقته في الصلاة الصليب بارتحد بيها وبأرسلها عليه حتى قبطله انا عايز النهاردة قبل ما صلي انا عايز النهاردة ان كل واحد يعمل اللي انا قلته تطبيقيا وانا هكون بصلي مع الكل اللي هو ايه شوف هو بيجي عليك ازاي شوف ايه الخطيئة اه مش الخطيئة بقى ايه الحرب اللي هو عمال يوش بيها في دماغك ليل وانهار وعمال يجرح سلامك بيها وعمال يفقدك شركتك مع المسيح بيها ايه ايه نقطة الحرب ونقطة الضعف وبعدين يلا بينا بقى انت بقى اتدافع عن نفسك واحرقه بدم المسيح بغلبة قوة صليب ريسو عن المسيح ربنا عن عن نفسك اه واستلم استلم انا انا حساعدك انا حساعدك وانت بتعمل هذه الغلبة عنك وانت بتسمي الخطيئة والحرب الروح الشري نفسه اللي بيجي عليك وتنتهر باسم الرب يسوه يلا نصلي ابتدي رش دم يسوع زي ما علمتك دلوقتي على الحرب وعلى الخطيئة بتاعتك عشان تتفك ولما تتفك تقدر تستلم قوة الشفاء قوة غفران دم الرب يسوع المسيح قوة غلبة ربنا يسوع المسيح على الموت والمرض على كل أعمال إبليس تخرج منه الآن بقوة في الروح القدس نار روحك القدوس روحك القدوس الناري يأتي يأتي الآن على الأرواح والأجساد والنفوس بقوة الغلبة بقوة التحرير بقوة الحياة التي فيك قوة الحياة التي فيه ابن الله قوة الغلبة التي صحق بها الشرير قوة غفران دم الرب يسوع المسيح الذي به طهر الخطيان تأتي الآن في الروح القدس على أجساد نا بقوة شفاء على أرواح نا وعقول نا بقوة غفران وخلاص وفكاك وتحرير وتطير قوة سلطان اسم الرب يسوع المسيح قوة غفران دم الرب يسوع المسيح قوة للغفران قوة للخلاص قوة للفكاك قوة للشفاء قوة للتحرير باسم الرب يسوع المسيح وبقوة غفران دم صليب المحي روح المسيح المحي تعال الآن على أجسادنا ونفوسنا وارواحنا بروح الشفاء بقوة الحياة بقوة النجاح قوة غفران دم الرب الرب يسوع المسيح تأتي علينا الآن بقوة غفران دم الرب يسوع بقوة سلطان اسم الرب يسوع بقوة حياة المسيح لمجد الاب والابن والروح القدس بالمسيح يسوع آمين